تكون تحكي على الحكومة الجديدة توتسويت قراءة في الغوفي دو بخيس وراجعيني معكم في اللايون 11 فروق في العدد صادر اليوم جمعة 3 جامع في 2020 تصاور الوزارة المقترحين والمرشحين في حكومة الحبيب الجملي اللي كان أعلن عليها البارح العنوان الكبير متع الجديدة وهو ظهرت حكومة الجملي أخيراً 28 وزير خمسة شنكة بدولة والمحافظة على الهيكلة الحكومية السابقة هوني في وسط الجديدة ترقاوا تصاور وإلى اللي سيفي باقتضاب متع الوزارة المقترحين حينما العنوان الكبير اللي هو من هم الكفاءات المستقلة نقطة استفام وبين ضفرين نقطة استفام يعني خاطرت فرقس لازم كل واحد تلقاها خادم نرجع شوية بعدك على الكفاءات المستقلة ولكن نحكيه هنا على هواي مش من ندوة لسارة البارح خلال أعلن على الوزارة هذومة ولتركيبة الحكومة ظهرت حكومة الجملي لتأفيها 28 وزير خمسة شنكة بدولة وكانت تفكر وسيل حبيب أول ما تم تعيينه ولا تكليفه بتشكيل حكومة قال باش يرجع لدامج بعض الوزارات وباش ينقصه شوية من عدد الوزارة لكن في الأخر قاعد محافظ على الهيكلة الحكومية السابقة بعض الآراء لتحكي اليوم على الحكومة هذية مثلا حسونة ناصفي عن كونتة الإصلاح الوطن يقول لدينا تحفظات واليوم نحسم موقفنا مازالوا ما قروش اسكبشي صوته لصالح الحكومة ولا لا خالد الكريشي عن حركة الشعب حكومة النهضة وقلب تونس لن نصوت للحكومة هذية وليد جلد عن تحية تونس لن نمنح ثقة لحكومة الجملي وغازي شوية عن تيار ديمقراطي وللبرح كان هابط زود تدوينات وربع أظم في خصوص تشكيل الحكومة على قيس سعيد الاستعداد لحكومة الرئيس الحكومة هذية ماهيش بش تتعدى في البرلمان وباش نزيد دكريم لهنا حكومة بلا محامين هذية تدوينه متاع سيفة جين مخلوف البرح اللي أعلن رئيس كوتلتات يلاف الكرامة انو الحكومة هذية في تاريخ تونس لولانيا اللي مافيهش محامين يقول حسب كلامه بلا حماية الحرية ويقول هذة سبب كافي باش نصوت ضدها دونك ايتي لاف الكرامة مهوش باش يصوت للحكوم في رجوع شوية على الكافية المستقلة فما بعض الأسماء اللي خلقت شوية هكا بوليميك البرح منهو مثلا المرشح لمنصب وزير الداخلية صوفيه نسليتي ولي نتفكروا لكلها العارك اللي سار بينه وبنهاية تدفع عن الشهدين شكري بالعيد ومحامد البراهمي بعد تفكر واحتجاز المحامين وكال برشا معنتها هيئة الدفاع وإلا أغلب الحقوقيين ضد تعيين صوفيه نسليتي كوزير للداخلية زادا قبيلا حكينا شوية على فتح الهدوي وزير شؤون ثقافية وزير شؤون شبابية ورياضة أرقذيب زادا كيف كيف علي برشا أخذ رد منهم مثلا تصريح رئيس الجامعة تونسية لكرة القدم والجنجري كان مستئع الأخر من إعادة تعيين ترشيح أرقذيب لوزارة الشباب ورياضة سينو زادا وزير التربية المقترح كاميل الحجام زادا كيف كيف فما برشا مؤخذت علي رجال التربية عندهم برشا تحافظ على تعيين كاميل الحجام وزير للتربية سينو زادا فما وزارة العابل عنده شو يعقوب في حال ذاته كان عنده عليه تحافظات هو يعقوب البرح في تصريح النجمة فهم قال أنه معنتها ماهوش التعيين المناسب وكان لابد من استشارة النقابات وغيره على السيئة الهيدي الأقديري وزير العادل اللي استقال في 2013 بعد احتجاجا على رغبة الوزير وزير العادل في العهد هذيكا على تطويع هيئة القضاء العادلي وفق تصريحه وتم إحالته على تقاعد في أكتوبر 2018 مانا بعد ما تقاعد رجع اليوم وزير أنا قدامي طوال صفحة شروق السياسي صفحة 6 و 7 فيها تصاور الوزارة اللي معنتها تم ترشيحهم لخطة وزير برح نحكيه لأربعين بالمئة نساء من حكومة الجملي اليوم قدامي زوز تقريبا زوز تصاور ما فيهم زوز أسماء اللي هي وزيرة المرأة وزيرة التجهيز والإسكان ما فاماش تصاور رضا جبالي والعربي ونبيها بالسرور سينو فاما زوز تصاور أخرين دونك أربع نساء على 28 وزير لحسين 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 سينو كتاب الدولة ممكن العدد أكبر شوية تقريبا يمكن في 12-13 مرأة نرجع ديما للأحكاية نرجع ديما للكلام اللي حكيناه البارح إنو المرأة تتصدر ديما ونخدمو بها ونسوقو بها ما بعد ما نلقوهش في مناصب كبيرة نتقاهيش المشكلة في سي رئيس الحكومة المكلف اللي هو حاب يسوي قصورة العربية الحكومة نسائية ولكن بعديك حسب الأسماء الموجودة هنا منيش نكذبوا عليه معناتها الأسماء المقترحة دونك العدد ما يخابلش بعض ريما شبيك موحلتوها فيه هو ما لشنو ليه ثم أبليكاسيون رائب أبليكاسيون أبليكاسيون حط لها مواصفات وهي تعطيك النسبة خيب يا نبعدو شوي على الحكومة ولو أنه من نجم مش نبعدو برش على خاطر نحكي وزيد على تداعيات الحدود التونسية اليوم للشباكات في ليبيا حرب أقليمية في شروق الوطنية ثمانية وتسعة يحكي ولا تداعيات الحرب هذية ربما على تونس تونس أمام تحدي أسمى إنسانية جديدة على حدودها الجنوبية وتحدي تصدي لتسارب إرهابيين للبلاد شنو معنتها بش تربح تونس من الحرب اللي ديره في ليبيا بعض الأرقام نجم وتعرفوها كما قلت في التفاصيل في شروق الوطنية ثمانية وتسعة بي مش نعطيكم من هنا خبار جي بعد التشكيل الحكومة والأخذ والرد دي ما نقوله على الحكومة المستقلة وإلى لي تعيينة النهضة وإلى لي لانتفاء الصبغة الإرهابية اليوم في المغرب القضائي صفحة 12 القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتخلى عن القضايا المتعلقة بالجهز السري لحركة النهضة بعض الأخذ والرد هذيك الكل نلقاه اليوم القطب القضائي يقول أنه تنتفي إشكاية الثلاثة المتعلقة بما بت يعرف بملف الجهز السري اللي حركت النهضة أو ضحات في بيان لهم أنه أهم الإجراءات والقرارات اللي تم اتخاذها في الملفات هذية وحيلة عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحد على خاطر ما فيهاش شبهات للإرهاب والقضايا إرهاب اللي موجودة نذكروا شوي اللي الموضوع هذا يهم الغرفة السودية وعليقته باختيال البرامي هذا كيف نحكي وعلى اختيال شكري بالعيد وبرشة اختيالات صارت في بلادنا وأنه تم ذكر فيها حركة النهضة لأكثر من المر رب نحب نعطي رأي طوانتي كي مثلا جزت في أيامات متاع تشكيل حكومة واتهبط واتخذ قرار كيف نهك هو التخلي على القضية دي على الجهاز السري في الوقت هذا وبعد تتعين وزير داخلية معانتها كان موقف عنده موقف حبيت والكرهت ما عجبش للمحامين للحقوقيين وبعد ما تعطيش خنكم البربل هوني في هدية غير الموقف رأو هو وقت رأو صارت حتى مرسنات مخلافات ومشحنات وتم احتجاز المحامين في مقار المحكمة وزيد بعد هدية الكل معانتها تتهم كي جيك مثلا طيار الديمقراطي ويقول لك اعطيني الوزارة ذوكم متاع العادل ومتاع الداخلية خلي كذا وانتي تقول لين حبوا نحيدهم وكل كبار تخذهم انتي معانتها رك الناس تعرف بعضها في تونس راني 12 مليون معانتها تخرج يعرفوا كل واحد شعرهم متنجمش تقول راني حييتهم من الوزارة ذوكم كل هذا سمحني رو يدعو إلى الشبهة ويأكد بعض الحاجات اللي النهضة تحبطها ربما ريم اخر حاجة بشيختم بها في جريد الشروق هي زوزة تصور في جنب بعضهم في شروق ألبوم السوار في الصفحة 12 التصوير اللي على اليمين فيها فتح الهداوي يسلم على راشد الغنوشي وتعليق هو بوسا ساعة ساعة تردكو زير وفي جنبها قد قد تصوير تلميذ في مأحدى المدارس الريفية والطاولة مسوسة ومتاكلة واللوح الكل وطايح ومكتوب عليها السوسيان خير تعليمنا دونك كنوغزو لزوزة تصار في جنب بعضهم الحقيقة والبوس والسوس ليس نفس الأبلويات صحيح انتي ليه ليه ربطت أنا البوس والسوس القلوب تبوس والليه هو الفي فيها السوس والقلوب فيها السوس شفاية في تبوس والقلوب فيها السوس هكا اعتك سحاريم دونك ناس اللي تحب تاخذ أكثر تفاصيل على الأخبار ولا ليزا اختيك هذو ما تجتقون في الجرائد وإلا تعود ترجع لصفحة رسمية طانجما فهم تلقاوا كل الأخبار بتفاصيل احنا موصلين معكم شوية آخر ديكم كاحت بوستال اليوم وجهتنا في حمام سوسة خليكم معنا متبعدوش